موسيقى بوخشطابن يعني حروف الهجاء زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة بوخشطابن يعني حروف الهجاء اسمها ايه كمان بالألماني بوخشطابن يعني حروف الهجاء قلنا عليها اسمها بالألماني هنتعلم في الدرس النهاردة زي ما قلنا حروف الهجاء حروف الهجاء يعني ايه حروف الهجاء بالألماني رقم واحد هيظهر لي حروف الهجاء من ايه توزيد من اول حرف الاخر حرف نفس الحروف زي ما احنا شايفين في رسمها بالنسبة للغة الانجليزية لكن النطق مختلف لكن طريقة نطقها مختلف هتعلم ازاي أنطقها بالألماني بعد كده هيصهر لي حاجة اسمها دي أملوط حروف الإيمالة دي أملوط حروف الإيمالة هم عبارة عن ثلاث حروف زي ما انتوا شايفين بين قسين حرف الآ والآ والآ ثلاث حروف نفس الحروف اللي احنا هنتعلم مع بعض لكن بيكون فوقهم ايه شباب نقطتين لما لاي الحرف كده فوقهم نقطتين بسمي ايه أملوط يعني ميل يعني ميل بميل شوية في طريقة نطقه بعد كده هتعلم حرف اسمه S66 زي ما احنا شايفين كتابة الحرف قريبة شوية من حرف B من حرف رقم اتنين معانا بس بيكون الحرف مفتوح من تحت شوية يعني قلنا هو قريب من طريقة حرف B لكن مفتوح من تحت مش مقفول دلوقتي بقى نتعلم ازاي نسمع او ننطق حروف اللغة الالمانية لكن من المان لكن من اهل اللغة نفسهم عشان نتعلم طريقة تطقها بطريقة سليمة وقرر قبل ما نسمع مع بعض اول حاجة معي هسمع الحروف على الشمال كاملة وبعد كده حروف الايمالة وبعد كده اخر حرف اللي احنا قلنا عليه سليمة نسمع مع بعض A B C T E S G G G E J K L M M N O P P Q R S T U V V W W X Y Z Y Ä A Umlaut Ö O Umlaut Umlaut U U O Umlaut S Z Z وزي ما اسمعنا دلوقتي اتمنى نسمعها مرة تانية ونكررها اكتر من مرة بحيث نتعلم بشكل صحيح زي ما اتفقنا مع بعض نكمل بعد كده نشوف ايه اللي جاي عندنا تمرين على حروف الهجاء اللي احنا لسه متعلمينها رأس السؤال بيقول بخش طبيغة دي فلجند النعمن يعني تهجى الاسماء الاتية عندي بعض الاسماء زي اشتفن اشتفن المفروض انا قدامي اسم دلوقتي امامي اسم ظهر لي باللغة الالمانية وانا تعلمت حروف الهجاء اعاوز اشتهجى الاسم اللي قدامي حرف حرف اشتفن هقول اس تي اي اف اف ا ا ان المفروض باختيب النفس انا فعلا بقى عارف اقرأ الحروف بشكل سليم ولا لسه ماركوس ماركوس هوبا ها او بي اي اغ مولا ام او ال ال اي اغ كونتس كا او ان ست زي ما قلت التمرين عبارة اني بعود نفسي او باختيب النفسي ازاي اقرأ الحروف بشكل سليم زي ما انا اتعلمت بوكابولا يعني الكلمات اهم الكلمات اللي وردت في الوحدة الاولى لكن قبل ما ابدأ اعرض عليك الكلمات عندنا معلومة بسيطة جدا هنتعلمها مع بعض بيقول لي ام دويتشن جبت استغايب اشتمت اعطيكل يعني يوجد في اللغة الالمانية ثلاث ادوات معرفة فيه في الالماني ثلاث ادوات للمعرفة اول واحدة معانا اسمها دا دا معناها ايه؟ معناها ال ولكن باستخدمها امتة ماسكولين يعني للمذكر يبا دا للمفرد المذكر دا معناها ال وباستخدمها للمفرد المذكر دي معناها برضو ال باستخدمها للمفرد المؤنس فمينيون للمؤنس دا فوق للمذكر بعدها دي للمؤنس داس لدائي رقم ثلاثة باستخدمها للمحايد نويترال اللي عندك في الالماني ثلاث ادوات للمعرفة دا للمفرد المذكر ماسكولين دي للمفرد المؤنس فمينيون داس نويترال يعني للمفرد المحايد distintos الثلاث ادوات للمعرفة دول بيقابلهم عندي في اللغة العربية الالف واللام يعني الالف واللام اللي عندي في العربي اللي بحطه قبل أي اسم عشان نخلي اسم معرفة بيقابلهم في الألماني تلات أدوات زي ما احنا قلنا دا للمذكر دي للمؤنس داس للمحايد في العربي بيقابلهم إيه يا شباب زي ما قلنا الالف واللام أو الإنجليزي زا دعا لنشوف مع بعض الكلمات اللي أدتها دا زي ما قلنا دا للمفرد المذكر قبل ما نخرج الكلمات مع بعض يا شباب نقول معلومة مهمة جدا جدا من وانا في سنة أولى يجب حفظ الاسم بأداة المعرفة كل كلمة تقابلني في الألماني أي اسم يقابلني لازم أكون أعارف الأداة بتاعته لأنها معتمدة فقط على الحفظ أحفظ الأداة بتاعتها وصيغة الجم أحفظ الأداة وصيغة الجم لأن يعتبر مفيش قاعدة في بعض الحاجات تساعدني لكن الجزء الأهم بالنسبة لي عشان أكون شاطر في الكلام ده أن أحفظ الكلمة بالأداة بتاعتها بالأداة اللي إحنا لسألنها سواء دي أو دس أو دي نشوف مع بعض الكلمات طب في عندي كومة بعد كلمة دي أو 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 دي اللي هو بلغم مختلف ايه ده بغوف يعني الوظيفة الجامعة بتاعها بزيادة حرف ايه ده بوخشطاب معناها حرف هجائي بزود الجامعة بتاعها بحرف ان اقول بوخشطاب خدنا بالنا احيانا زود ايه احيانا ان احيانا يكون حرف مختلف تماما فلازم احفظها بتحفظ بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده فاميليا نام معناها اسم العائلة بزود حرف ان عشان اجمعها بقول فاميليا نامن فغويند فغويند معناها صديق جغوس جغوس يعني تحية احيانا نزود الاتنين دول مع بعض النقطتين دول معناهم فاكرين احنا تعلمنا حروف الهجاء معناها حرف املاوت حرف املاوت بيكون على حرف ايه الاول اللي احنا اتعلمناه بزود علي النقطتين املاوت وزود حرف ايه ده بيكون طريقة الجامع بتاعها ده هر هرن هر هغن بزود ايه ان السيد او الاستاذ ده كليجي كليجي ده كليجي كليجي وهكذا اي اسم يقبلني زي ما قلنا اتفقنا لازم احفظ الاداب بتاعته واحفظ صيغة الجامع لان زي ما احنا شايفين قدامنا طرق الجامع بتكون مختلفة فالطريقة الامثل بالنسبة لي ان احفظها كما هي كما هي ده كليجي معناها زميل ده كليجي كليجي ده كورس كورس ده موجن الصباح احيانا زي كلمة ده موجن علاك اشارطة بعد الكومة معناها ان الجامع نفس الكلمة بتاع المفرد هر ده موجن موجن برضو الجامع مثل المفرد مش هزود اي حرف مش هزود اي حرف ده نام معناها اسم نامن الجامع بتاعها ده بلاتس 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 هحط املاوت على حرف الاملاوت دي هحطها على حرف الاملاوت دي هحطها على حرف الاملاوت دي هحطها على حرف الاملاوت وزود ايه لطس يعني ميدان او مكان ده شولة معناها تلميذ لقينا شرطة بعدها يبالجمع مثل المفرد تماما ده طاج طاجة معناها يوم ده فوجل معناها طائر فوجل وبعدين يجاج معها هزود حرف املاوت او هحط املاوت على حرف ال او ده فورنام الاسم الاول فورنام بعد كده هندخل على الكلمات اللي ادتها دس قولنا دس للمفرد المحايد للمفرد المحايد دس بايش بيل معناها مثال بايش بيل دس بيلد صورة بيلدر دس فاكس فاكس دس فورمولا فورمولاغ استمارة دس فوتو فوتوس صورة دس جيش بغيش وحادسة جيش بغيش دس هاوس دس هاوس بزود هنا املاوت على حرف ال ا وحط اير هويزر هاوس يعني منزل جماعة هويزر منازل دس هوتيل هوتيلز فندق دس لند لندر معناها بلد جامعها ايه بلاد بحط برضو املاوت على حرف ال ا دس ليد اغنية ليدر اغاني دس غاديو راديو غاديوز دس شبيل شبيل معناها لعبة دس تليفون 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 دس تليفون جيش بغيش محادثة تليفونية دس بورت فورتر دس بورت فورتر وحط املاوت على حرف ال ا كلمة فورت يعني كلمة بعد كده هعرف الكلمات اللي اداتها دي اللي اداتها دي قولنا اللي ايه ادات المؤنس دي ادغس ادغسن عنوان دي انميلدونج تسجيل بيانات دي ضام سيدة دي ايميل بريد الكتروني او ايميل دي فرما معناها شركة لما اجي اجمع الكلمة دي يا شباب بعمل ايه حرف الا ده بشيله خالص وزود اي ان حرف الا بيتم حزفه وزود حرف فين اللي هما ال اي ان بقول فرمن دي فخاو فراون معناها سيدة او زوجة دي فرمد شبراخ لغة اجنبية دي هاو بتشطط دي هاو بتشطط معناها عاصمة وما اجي اجمعها بقول هاو بتشتط حط املاوت على حرف الا اللي في الاخر في كلمة تشطط دي هاو بتشطط عاصمة دي لويت معناها الناس طب ايه العلامة اللي بين قوسين دي البي ال اختصار لكلمة جمع معنا كده ان الكلمة دي بتاقت دائما جمع ملهاش بفرد دي لويت معناها الناس وبتيجي دايما جمع دي موزيك معناها موسيقى طب ايه الاس جي اللي بين قوسين دي معناها انها دايما مفرد يبى فوق ال بي ال معناها انها دايما الكلمة دي بتيجي جمع تحتها موزيك بتيجي دايما مفرد دي موطر شبراخة يعني اللغة الام دي ناخت يعني ليلة بجيجي جمعها بزود املوت زي ما قلنا على حرف الا نشت ليالي دي بوست لايت اتصال بوست لايت اتصال الرقم البريدي لو ببعد بريد لحد بيبقى فيه حاجة اسمها الرقم البريدي بوست لايت اتصال دي شو لغن تلميزة دي زيت صفحة دي شبراخ لغة دي هاوس نمر رقم المنزل دي هاوس نمر رقم المنزل دي هاكمفت الموطن دي انفرماتسيون معلومة دي كوليجن زميلة دي لكتسيون درس دي شتط مدينة دي شتغاس شارع دي شتند حصة دي قوة ساعة دي يعني كارت شخصي بعد كده نتعرف على أهم الأفعال اللي معانا يعني الأفعال أول فعل معانا يعني يعمل يحيي يسأل بخش طبير يتهجأ يشكر جيهن يذهب هايسن يسمى أو يدعى هوغن يسمع كومن يأتي ليبن يحيى أو يعيش ليرنن يتعلم أو يذاكر مخن يفعل تكمل الأفعال اللي معانا فصيغن يحدث زاجن يقول زين يكون شبيلن يلعب شبغشن يتحدث يتحدث زوخن يبحث فوشتلن فوشتلن يقدم نفسه يسكن بعد كده معانا تعابيرات مهمة معناها بعض التعابيرات المهمة اللي وردت معانا في الوحدة انتشول دي جونج قول معايا ردد انتشول دي جونج معناها معزرة لو انا عاوز اعطي زر عن شيء توت ميا لايد توت ميا لايد يؤسفني فيلن دانك دانك فيلن دانك معناها شكرا جزيلا أو دانك يعني شكرا يا معناها نعم يا ناين لا ناين إيش فايس إس نشت معناها لا اعلم إيش فايس إس نشت وبكده نكون خلصنا اهم الكلمات معانا في الوحدة النهاردة هنتعلم من بعض درس من دروس القواعد جغاماتيك يعني قواعد جرامر بالانجليش بازونال برونومن يعني الضمائر الشخصية وتصريف الفعل ازاي اتعرف على بعض الضمائر الشخصية وازاي اصرف الفعل في اللغة الألمانية نشوف مع بعض أول حاجة نتعلمها دي برزونال برونومن يعني الضمائر الشخصية إيش 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 يعني أنا إيش يعني أنا ناخد مثال بايش بيل إيش هايس تيمو اسمي تيمو أنا أدعى أو أسمى تيمو بتكلم عن نفسي إيش كوم أعوز فنلند أنا من فنلندا زي ما تعرفنا أو شفنا بعض الجمل دي في دروس سابقة إيش يعني أنا أو الضمير الشخصي معانا دو يعني أنت دو بايش بيل مثال ماذا تتحدث من أين تأتي يعني أنت الضمير الثالث معانا زي بنسميها زي جروس يعني أول حرف منها الاس كابتل الاس بيبقى كبير زي معاناها حضرتك أو حضرتكم للمفرد وللجمع وتيجي برضو للمؤنس حضرتك أو حضرتكن إيبقى بخطب بها المفرد والجمع بخطب بها المذكر والمؤنس ناخد مثال عليها بايش بيل فاس لاننزي ماذا تتعلم حضرتك حضرتك بتتعلم إيه ذا زين زي من تكون حضرتك إيبقى تعرفنا مع بعض هنا على ثلاث ضمائر شخصية إيش أنا دو أنت زي حضرتك أو حضرتكم نكمل مع بعض الجزء الثاني معنا بالنسبة لتصريف الفعل إزاي صرف الفعل في اللغة الألمانية قبل ما أتعلم إزاي صرف الفعل بيقول لي معلومة مهمة جدا جدا وهي ديمشتم كوم اندونج ان يعني ايه معنى الجملة دي يا شباب يعني بيقول لي الفعل في اللغة الألمانية بيتكون من جزئين بيتكون من أصل ونهاية الفعل بيتكون من جزئين أصل ونهاية طيب ليه أعرف المعلومة دي؟ عشان بعد كده وأنا جاي أصرف أي فعل في الألماني لازم أحذف النهاية فغالبا النهاية في اللغة الألمانية بتاعة الفعل بتكون A-N غالبا النهاية بتكون A-N فلما عرفت أن الفعل بتكون من جزءين أصل والنهاية غالبا بتكون A-N بعد كده هعرف إزاي أصرفه مع الضماير الشخصية زي ما أتعرفنا من شوية مع بعض وعرفنا أن IH معناه أنا فبياخد معايا النهاية حرف A اللي H بتاخد نهاية حرف A دو انت بتاخد النهاية س تي زي حضراتك او حضراتكم بتاخد ايه ان يبقى عندي اي فعل في اللغة الالمانية قلنا اتفقنا بيتكون من جزين اصل ونهاية ازاي صرف فعل مسلا كمسال الفعل كومن يأتي كومن يأتي زي ما احنا شايفين مع بعض النهاية عندي مكتوبة بخط ايه او بلون مختلف عشان اعرفها ازاي صرفها مع الثلاث ضمير اللي انا تعلمتهم مسلا او الضمير ايش فيعمل ايه ايش كومن اول حاجة بعملها عشان اصرف اي فعل باحذف الان باحذف الان النهاية بتاعتي بعد كده بنزل اصل الفعل اللي هو كومن وبعد كده زود نهاية على حسب الضمير الشخصي ازود النهاية بتاعتي على حسب الضمير الشخصي باول حاجة بعملها عشان اصرف اي فعل في اللغة الالمانية رقم واحد احذف الان احذف النهاية احذف الان رقم اتنين بنزل اصل الفعل كما هو بعد كده رقم ثلاثة ازود الحرف او النهاية بتاعتي على حسب الضمير الشخصي وتعلمنا ايش بتاخد ايه فبقول ايش كومة ايش كومة الدو قلنا بتاخد اس تي بقول دو كومست دو كومست زي بتاخد اي ان بقول زي كومن عرفنا كده الشباب ازاي صرف اي فعل ناخد مثال تاني مع بعض عشان نتعلم قلنا رقم واحد بعمل ايه بحث في النهاية ال اي ان بعمل اي اكس كده عشان عرفنا ايه حزفتها بعد كده انزل اصل الفعل وصرفه مع كل ضمير ايش قلنا بتاخد ايه ايه في الاخر بقول ايش لرن انا اتعلم او اذاكر دو بتاخد اس تي بقول دو لرنست دو لرنست زي لرنن بتاخد اي ان يبقى خلاصة هذا الجزء بقول الفعل في الالماني متكون من جزئين اصل ونهاية عشان اصرف اي فعل عندي في الالماني بعمل ايه رقم واحد احزف النهاية اللي هي الاي ال اي ان رقم اتنين انزل اصل الفعل كما هو تلاتة بضيف النهاية بتاعتي على حسب كل ضمير ال ايش بتاخد ايه الدو اس تي زي اي ان ناخد مع بعض امثلة على تصريف الفعل باي شبيل معناه امثلة زي ما تعرفنا قبل كده في دروس سابقة من اين تأتي خدنا بالنا شباب الضمير عندي اسمه دو اخلي بالي او عيني دايما تيجي على الضمير الشخصي عشان اعرف هصرف الفعل معاه قولنا مع الدو بتاخد نهاية ايه اس تي بقول بو ها كومست دو من اين تأتي نجاوب نقول ايه بقى ايش كوم اوس ايجبتن ايش كوم اوس ايجبتن الضمير الشخصي عندي اسمه ايه ايش وخدنا هاية حرف ايه ايش كوم اوس ايجبتن ناخد مثال تاني ماذا تفعل يا سيد ماير بتعمل ايه الضمير الشخصي زي ما قلت عيني تيجي عليه حضرتك قولنا بتاخد نهاية ايه اي ان اي ان جاوب ورد عليا قال لي سامحنا شايفين في الصورة ايش شبيل فوس بل العب قرهة القدم ايش شبيل فوس بل الضمير الشخص ايه ايش بياخد ايه دي امثلة على تصريف الفعل وها كومست دو من اين تأتي ايش كوم اوس ايجبتن انا من مصر فاس بخينزيها ماير ماذا تفعل يا سيد ماير ايش شبيل فوس بل نكمل مع بعض تصريف الفعل يبتعرفنا في الجزء الاول ازاي صرف اي فعل عندي بحث في الان وزود نهاية على حسب كل ضمير زي ما اتعلمي بيقول لي هنا معلومة تانية معنى الجملة دي ايه بيقول لي لو اصل الفعل منتهي بحرف اس سيد اصل الفعل منتهي باس سيد بياخد مع الضمير دو تي بدل اس سيد كان نهاية نشوف مع بعض مثال عشان نفهم اللي مكتوب قدامي الفعل هايسن معناه يسمى او يدع عاوز اصرفه اول حاجة بحزف الان وحط ايه زي ما اتعلم بقول ايش هايس ايش هايس عملت ايه هزفت الان النهاية بتاعت زي ما اتعلمت وزودت حرف ايه مع الضمير ايش مع الضمير دو بقول ايش هايس مع الضمير دو بزود اس سيد ايه زي ما انا تعلمت لا بقول لو اصل الفعل هنا منتهب اس سيد لو اصل الفعل منتهب الحرف ده اس سيد بدل ما ازود مع الضمير دو اس تي سيمى مكتوب فوق كده بدل ما ازود مع اس تي لا بزود ايه تي فقط بدل ما ازود اس تي بزود تي فقط بقول دو هايست دو هايست انت تدعى او تسمى الضمير التالت اللي تعلمناه مع بعض زي حضرتك بزود مع ايه ان زي ما انا تعلمت بقول زي هايس ان بقية اللي انا شايفه قدام يا شباب زي ما تعلمت بالزبط فاي فعل بصرفه بشكل طبيعي جدا ما عادة فقط مع الضمير دو ما عادة مع الضمير دو بدل ما ياخد اس تي بياخد تي امتى لو اصل الفعل منتهب اس سيد لو اصل الفعل منتهب اس سيد عشان كده قلنا المعلومة المهمة جدا وانا بتعلم في البداية خالص ازاي يصرف اي فعل في الالماني قلت مكون من جزئين اصل ونهاية دلوقتي بقولي لو اصل الفعل ما ليش دعوه بالنهاية لاني بحزفها اصل الفعل منتهب حرف اس سيد مع الضمير دو ياخد تي بدل اس تي ناخد مثال مع بعض بايش بيل في عايز تدو ما اسمك او ماذا تسمى او تدعى خدنا بالنا الضمير دو اهو المفروض يزود تي لكن عشان اصل الفعل منتهب اس سيد زودت تي فقط في عايز دو ماذا تسمى او تدعى بجاوب اقول ايه ايش عايز ادم ادعى او اسمى ادم او اسمي ادم يبقى خلاصة للجزء ده بقول ان لو اصل الفعل منتهب حرف اس سيد بياخد مع الضمير دو نهاية تي فقط بياخد النهاية تي فقط بدل اس تي ليه يا شباب عشان الاس سيد سيد اصلا عبارة عن اس اس عبارة عن حرفين مع بعض فما بزودش ليهم حرف اس تالت فبياخد تي فقط بياخد تي فقط مع الضمير دو بعد كده بصرف ايه النهاية الطبيعية مع كل ضمير يبقى ايش بتاخد ايه الدو بتاخد هنا تي فقط عشان الفعلي منتهب اس سيد الزي بتاخد اي ان الزي تاخد اي ان نكمل مع بعض بيقول لي تصريف الفعل فاب متفقال فيكسل ايه بتحاول الى ايه يعني تصريف الفعل مع تغيير حرف متحرك مع تغيير حرف متحرك ناخد مثال معناه يتحدث الفعل يعني يتحدث ازاي يصرف الفعل انتو اللي هتقوله اول حاجة بنعمل له بنعمل له يا شباب بنحذف زي ما تعلمنا بحذف النهاية بتاعتي بحذف النهاية هشوف الضمير اللي معايا بااخد ايه زي ما احنا تعلمنا ايه بااخد ايه بعد كده انزل الاصل الفعل زي ما تعلمت وزود حرف ايه باقول ايش ايش انا اتحدث يبقى ده ما حصلش في اي تغيير بتاخد ايست ايست بقول زودت الله ايست زي ما احنا عارفين فيه تغيير حصل النهاية ما حصلش في التغيير لكن إيه اللي حصل بقى عندي؟ الحرف ده تحول إلى A حرف A اللي هو في الفعل نفسه بأصل الفعل تحول إلى حرف A لما جدت أصرفه مع الضمير دو لما جدت أصرف الفعل مع الضمير دو تحول حرف A إلى A يبقى يتغير حرف المتحرك A مع الضمير دو إلى A Z حضرتك بتاخد AN ما فيش فيها إيه تغيير بقول Z حضرتك تتحدث أو تتكلم يبقى إيه اللي تعلمته هنا يا شباب؟ بقول إيه شبغش؟ أنا أتحدث ما فيش أي تغيير هزافت الـ N وزودت A دو شبغشست فقط مع الضمير دو برضو بيتغير الحرف المتحرك A في أصل الفعل الـ A تتحول إلى E مع الضمير دو وزود النعية بتاعتي عادي دو شبغشست Z بتاخد A أن عادي زي شبغشن باي شبيل مسهل ماذا تتحدث؟ الضمير عندي زي ما قلت عيني تيجي على الضمير بعدين الـ A تحولت إلى E عشان الضمير اسمه دو أنت ماذا تتحدث؟ بجاوب بقول إيش شبغش دويتش أتحدث اللغة الألمانية يبدأ اسمه إيه؟ تصريف الفعل مع تغيير حرف متحرك عارفين طبعا الحروف المتحركة؟ نفس الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية في الإنجليزي الحروف المتحركة كان حرف خمس حروف A E I O U لكن هنا تعلمت ألماني بقى المفروض أن طاهم ألماني بقولي الأ A E O U خمس حروف متحركة هي نفس الحروف في اللغة الإنجليزية فيقولي هنا الحرف المتحركة A يتحول إلى I مع الضمير دو مع الضمير دو ناخد دلوقتي مع بعض تمرين على اللي احنا تعلمنا النهاردة بالنسبة للقواعد سواء الضمار الشخصية أو تصريف الفعل يعني استخدم الكلمة الصحيحة رقم واحد نمع أينس إيش نقاط أوس هامبورغ يا ترى هيكون الفعل معي كومن كومست كومت أول حاجة عيني تيجي عليها زي ما قلت أبص على الضمير نفسه أشوف الضمير اسمه إيه يا شباب إيش أنا قلنا الإش بتاخد نهاية إيه إيه يبقى إيش كومة إيش كومة أوس هامبورغ يعني أنا من مدينة هامبورغ نمرة سفاي رقم اتنين واس نقاط زي إيش لاني إنجليش الضمير الشخص اسمه إيه يا شباب زي حضرتك بياخد يا ترى أي نهاية قلنا إيش بتاخد إيه إيه يبقى واس لاننزي ماذا تتعلم أو ماذا تزاكر بقول أنا بزاكر إنجليزي واس لاننزي نمرة دغاي رقم ثلاثة وووونيست دو أين تسكن أو أين تعيش ساكن في أي مدينة إيش نقاط إن مونشن أنا ساكن في مدينة ميونيخ الضمير اسمه إيه إيش قلنا الإيش بياخد إيه إيه في الآخر بقول إيش وووني إيش وووني إن مونشن نمرة فئة رقم أربعة وي نقاط دو إيش هايس كارل ماذا تسمى اسمك إيه هايسن أو هايس هايست بيست وي هايست دو ماذا تسمى والفعل هنا منتهي بس تس تت زي ما تعلمنا مع الضمير دو خطي فقط بدل اس ت نمرة فمف رقم خمسة فاس نقاط دو إيش شبغشي إيطاليينش ماذا تتحدث بيقول لأنا بتكلم إيطالي حاول شبغشي شبغشيست شبغشي شبغشت دو بتاخد نهاية اس تي بقول فاس شبغشيست دو وخدنا بالنا إن الحرف إيه تحاول للاقيه مع الضمير دو بقت شبغشيست بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا داس فيرب زين داس فيرب يعني الفعل زين يعني يكون الفعل زين زي في اللغة الإنجليزية هنتعرف مع بعض إزاي نصرف الفعل زين عرفنا مع بعض في الدرس اللي فات إزاي أصرف أي فعل في اللغة الألمانية وعرفت إزاي أضيف النهاية مع كل فعل إزاي أصرف الفعل في اللغة الألمانية عرفت إزاي أصرف فعل بحث في النهاية زي ما تعلمنا مع بعض الإن وبعد كده أضيف نهاية على حسب الضمير بتاعي قلنا مع الإش بزود إيه مع دو اس تي مع زي إي إن لكن عندي بعض الأفعال بسميها في اللغة الألمانية أفعال شازة أفعال شازة يعني لا تخضع لهذه القاعدة مش بزود للفعل نهاية على حسب الضمير لا هو فعل شاز وله تصريف خاص والحل فيه يحفظ كما هو من هذه الأفعال الفعل زين الفعل زين قلنا هو فعل شاز ويجب أن يحفظ كما هو نشوف مع بعض تصريف الفعل زين قلنا معناه يكون بيسوي في اللغة الإنجليزية نشوف مع بعض تصريفه أول ضمير يتعرفنا عليه إيش بقول إيش بن أنا أكون إيش بن دو بست أنت تكون دو بست زي زين حضراتك تكون زي ما عرفنا مع بعض ضمير زي اللي بدء بحرف جروس حرف كبير معناه حضراتك أو حضراتكم للمفرد وللجم يعرفنا الفعل زين زي ما قلنا يا شباب هو فعل شاز بيحفظ كما هو مالوش قاعدة ما بقولش إيش بزود مع إيه ولا دو س ت ولا زي إيه إن لا بقول ده فعل شاز وتصريفه بيحفظ كما هو ناخد مع بعض بايشبيل وقلنا بايشبيل يعني مثال أول مثال معنا فيا زين زي إحنا خدنا التعبير ده قبل كده يا شباب لما جيت أعرف إزاي أسأل عن الاسم فيا زين زي قلنا من تكون حضراتك حضرتك مين مين سيادتك وقلنا دي صيغة احترام لو بكلم حد أكبر مني سنا مثلا قلنا فيا زين زي فيا زين زي اللي قلت زينت عشان الضمير زي اللي هو حضرتك بيتصرف مع الفعل زين يكون زي زينت فقلت ايه فيا زينت زي من تكون حضراتك بجاوب بقول ايه إيش بن هانس إيش بن هانس قلت إيش بن أنا أكون هانس وخلنا التعبير ده قبل كده لكن دلوقتي بنتعرف ليه بقول كده لما شرحنا مع بعض قواعديا فيا زينت زي من تكون حضراتك إيش بن هانس أنا أكون هانس نأخذ بشبيل ثاني نأخذ مثال ثاني من أين تكون أنا من مدينة برلين أخذنا مع بعض المثالين على تصريف الفعل من تكون أنا هانس اسمي هانس من أين تكون من أي بلد معنى جزء آخير بالنسبة للفعل اللي وقلنا الفعل يكون لما أقول مثال لما ألاقي كلمة معناها هنا يعني للمفرد لما ألاقي الفعل جاي بالشكل ده معناه هذا يكون أو هذي تكون فبتدل طبعا وأنا بقول بالعرب حتى إنها بتدل على المفرد هذي تينا يبقى واحدة بس أو دس است تيمو هذا تيمو يبقى واحد بس يبقى بتدل على إيه؟ المفرد دس است معناها إن الفعل هنا بيدل على المفرد لما ألاقي مثلا دس زند تيم و تيمو لما ألاقي كلمة زند يبقى الفعل هنا بيدل عليها شباب الجمع هذي تينا كلمة زينجولار مفرد بعد كده دس زند تيم و تيمو هؤلاء تيم و تيمو و تيمو يبقى بتدل على إيه؟ الجمع يبقى خلي بالي كويس جدا لما ألاقي الجملتين قدامي عشان أفرق بين إيه؟ المفرد والجمع يبقى كده شرحنا الفيرب زين تصريفه وخدنا مثال عليه وفرقنا بين دس است للمفرد و دس زند للجمع الجزء الثاني معنا النهاردة verb position verb position معناه موقع الفعل في الجملة مكانة الفعل في الجملة بالنسبة للغة الألمانية نشوف مع بعض أول حاجة عندنا v-frag v-frag معناه السؤال بأدات الاستفهام هنشوف موقع الفعل في الجملة بالنسبة لأدات الاستفهام هنشوف الفعل بيجي رقم كام لو في أدات استفهام في الجملة عندي المثال الأول v-haisen-z v-haisen-z ماذا تسمى حضرتك؟ حضرتك اسمك إيه؟ فين الفعل هنا؟ لازم يكون عارف الفعل كويس جدا زي ما تعلمنا قبل كده قلنا الفعل دايما أو غالبا غالبا بيكون نهايته a-n ببعرف تهيسن معناه يدعى أو يسمى ده الفعل عندي يا ترى الفعل هنا رقم كام يا شباب زي ما احنا شايفين الفعل جه رقم اثنين بل الفعل بيجي رقم اثنين بعد أدات الاستفهام اللي هي عندي v بعد أدات الاستفهام اللي هي v ما أو ماذا مثال تاني v-haisen-z do v-haisen-z do فين الفعل عندي الفعل comest مصرف مع الضمير do comest يعني يأتي v-haisen-z do من أين تأتي الفعل برضو جه رقم كام رقم اثنين جه بعد أدات الاستفهام v-haisen-z من أين فجه رقم اثنين بل الفعل بيحتل المرتبة الثانية بعد أدات الاستفهام نشوف مع بعض ايه تاني ممكن يجي فيه الفعل الفعل بيجي رقم اثنين ايضا في الجملة الخبرية او الزاجة معناها الجملة الخبرية اللي بيكون أخرها نقطة الجملة الخبرية اللي بيكون أخرها نقطة مثال ich heiße zaua ich heiße zaua الفعل عندي heiße مصرف مع الضمير ich يعني أنا أدعى أو أسمى zaua اسمي zaua الفعل جه رقم كام ايضا جه رقم اثنين الجملة الخبرية اللي قلنا أخرها ايه نقطة مثال تاني ich komme aus helsinki ich komme aus helsinki يعني أنا من مدينة helsinki فين الفعل عندي komme رقم اثنين ايضا مصرف مع الضمير ايش يبقى خلاصة هذا الجزء ان الفعل بيحتل المرتبة الثانية بعد أداة الاستفهام وفي الجملة الخبرية الفعل يأتي رقم اثنين بعد أداة الاستفهام زي ما شوفنا مع بعض مثلا بعد في أو في الجملة الخبرية اللي بيكون أخرها نقطة دلوقتي هنتكلم عن الجزء المقالي اللي هو خاص بالكتابة بيجي لي في الامتحان سؤال مقالي المفروض أكتب فيه الجزء الخاص بالدرس الأول عندنا بعنوان يعني عرف أو قدم نفسك ازاي قدم نفسي معظم المعلومات عارفنا في دروس سابقة لكن هنا جمعناها مع بعض عشان ايه نشوفها بشكل مجمع أول معلومة هتكلم فيها وأنا بقدم نفسي كلمة نام معناها الاسم ازاي يعرف نفسي وقول اسمي أول جملة عندي في صيغة تانية طبعا في صيغة تانية وتعلمناها اش بن اندرياس انا اكون اندرياس يعني اسمي اندرياس اش هيس اندرياس يبا اقدم نفسي او اقول اسمي باكتر من صيغة زي ما احنا شايفين قدامنا ماي نامي است اندرياس اش بن اندرياس اش هيس اندرياس النقطة التانية اللي هتكلم فيها وانا بقدم نفسي ها كومفت وقولنا معناه يا شباب الموطن يعني البلد الاصلي هاقول انا من اي بلد اش كوم اوز فنلند انا من فنلندا من دولة فنلندا هاول تاني ايضا اش بي اوز فنلند اش كوم اوز فنلند اش بي اوز فنلند اتحدث اللغة الانجليزية بطريقة جيدة وقليل من الالمانية يعني بتكلم انجليزي كويس وشوية الماني اش بغيش جوت انجليش و اين بيس شن دويتش رابع نقطة معنا فنورد معناها محل الاقامة او محل السكن يعني انا ساكن في اي مدينة اش بوني ام برلين انا ساكن في مدينة برلين او اعيش في مدينة برلين اش بوني ام برلين النقطة الاخيرة بغوف معناها المهنة او الوظيفة المهنة او الوظيفة بالنسبة لي انا ما زلت ادرس في السنوي فبقول اش بن شولا يعني انا تلميز شولا تلميز الكلمة اللي بعدها اش بن شولغن يعني تلميزة لو ايه بنت هتتكلم عن نفسها يبا كده عرفت اهم النقاط اللي انا اقدر اتكلم بيها عن نفسي نام الاسم ها كنفة الموطن شبراخ اللغة فون قوت محل السكن واخيرا بغوف يعني المهنة او الوظيفة الجزء التاني اللي هتكلم بي عن الجزء المقالي هو اوفايني ايميل انت بواطن اوفايني ايميل انت بواطن يعني الرد على ايميل بيجيلي في الامتحان ايميل عبارة عن بعض الاسئلة والمفروض اجاوب عليها نشوف مع بعض نموذج لهذا الايميل هالو يعني اهلا في هايستدو اول سؤال يعني ماذا تسمى اسمك ايه من اين تأتي فاصش بغش استدو ماذا تتحدث كوغينا ده الاسم اللي باعت الايميل اسم البنت اللي باعتها الايميل يبقى الايميل عبارة عن ايه زي ما انا شايف قدامي عبارة عن ثلاث اسئلة ومفروض انا اجاوب على كل سؤال عليهم بجاوب بالضبط زي ما انا شايف قدامي بقول هالو كوغينا بجيب اسم البنت اللي تحت واخطه في الاول قدام هالو كوغينا اهلا كوغينا هي اللي بعتلي رسالة فبرد عليها بقول هالو كوغينا بلفت النظر لحاجة بسيطة بعد الكومة دايما الحرف الاول بيكون يعني 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 بالالماني بتساوي small بالانجليش بيكون حرف صغير بيكون حرف صغير هالو كوغينا ايش هي سيتينا او سؤال عندي في هي سيتينا ما اسمك بقول ايش هي سيتينا اسمي تينا تاني سؤال من اين تأتي جاوبة والد ايش كوم او دويتش لاند انا من المانيا ماذا بغيش استدو ماذا تتحدث قالت ايش شبغيش دويتش واند انجليش اتحدث اللغة الانجليزية والالمانية وفي الاخر ماضيت وقالت اسمها ايه تينا يبقى الايميل زي ما احنا شايفين قدامنا يا شباب عبارة عن 3 اسئلة كل سؤال مفروض ليه اجابة معينة بابدأ فقط بالاسم الاخير اللي انا نهيت بالايميل او اللي جالي في الايميل بابدأ اي مشكلة هناخد دلوقتي التمرين عن الجزء اللي احنا شرحناه النهاردة اول تمريب معانا بيقول يعني انا هوبر يبقى بيسألني بيقول ايه من تكون لكن اخلي بالي من ايه الضمير اللي عندي في الجملة زي ما احنا شايفين الضمير اسمه يا شباب دو الضمير اسمه دو وانا عرف تصريف الفعل يكون مع دول ما فرض يكون ايه الاجابة طبعا هي من تكون رقم اتنين هل انت الماني هل حضرتك الماني قالوا لا انا مصري انا مصري فالضمير عندي اسمه يا شباب لسه اختار لكن الفعل اسمه زند الفعل اسمه زند فالمفروض بصرفه مع اي ضمير نشوف مع بعض هل زي ولا دو اش فيا بصرف زند مع الضمير ايه زي بقول زند زي دويتش هل حضرتك الماني اللي ناين اش بن ايجيبتا تمرين رقم ثلاثة من اين تكون او من اين تأتي ال اش نقط او سكايغو بقول اش بست اش زند بن زين طبيعي جدا عن ايه نام يعني الاسم ها كومفت رقم اثنين الموطن شبراخ اللغة بيطلب مني نقاط محددة اتكلم عنها نشوف مع بعض ازاي اتكلم عن كل نقطة اول نقطة نام بقول ايه ماين نام اسمي كارلوس اسمي كارلوس ها كومفت الموطن بقول ايش بن او ايطاليا انا من ايطاليا شبراخ ايش شبراش ايطاليانش اتحدث اللغة لايطاليا يبقى بيطلب مني نقاط محددة و بجاوب على كل نقطة و بكتب ايه بشكل سليم و صحيح الجزء الثاني بالنسبة ايضا للمقال بيجيب يطلب مني انتفوط او في ديفول الجند ايميل اجيب عن الايميل التالي و عارفنا عبعد ازاي اجاوب عن الايميل ده نموذج مثلا هاي فازنزي من ده اكون حضرتك فاس اغبايتنزي الفعل اغبايتن مفروض اذا كنا الكلمات و عارفنا معناها ان هو معناه يعمل ماذا تعمل حضرتك حضرتك بشتغل ايه عاوزنا تكلم عن ايه بقى الوظيفة فها كومنزي من اين تأتي يوهان اقول ايه قلنا اول حاجة بعملها بجيب الاسم اللي تحت اللي مضى بيه و ايه و ارد عليه بقول هاي يوهان هاي يوهان اول سؤال فازنزي مين حضرتك جاوبت و قالت ايه اش بين انجليكا يبقى عاوز يسألني عن اسم بجاوب بقول انا انجليكا فاس اغبايتنزي ماذا تعمل يبقى عاوز تكلم عن ايه الوظيفة اللي قلنا معناها الوظيفة قالت اش بين نخ شولغن ما زلت تلميزة انا لسه تلميزة اش بين نخ شولغن السؤال الاخير من اين تأتي يعوزنا تتكلم عن البلد عن الموطن ها كومفت بقول ايه اش كوم اوز فين اش كوم اوز فين يعني انا من مدينة فين و اخيرا بتمضي باسمها تحت و بتقول ايه انجليكا ده كان مجرد مثال او نموذج بنتضرب عليه و نعرف ازاي بيجي لنا الايميل في الامتحان ده صحص دو جلانت ده اللي احنا تعلمنا النهاردة اول حاجة ده صفاب زين الفعل زين وتصريفه فعل يكون نومات صفاي فاب بوزيتيون رقم اتنين خدنا موقع الفعل في الجملة مع اداة الاستفاهم والجملة الخبرية و قلنا بيحتل يا شباب الموقع رقم اتنين بيجي رقم اتنين بعد اداة الاستفاهم وبعد الجملة الخبرية الجزء الاخير اللي اتكلمنا عليه النهاردة شخفت ليش الجزء المقالي و قلنا رقم واحد يعني قدم نفسك ازاي قدم نفسي و اعرف نفسي والجزء الاخير او فاين ايميل ازاي ارد على ايميل و كده نكون هنا درسنا اليوم و اتمنى نتقابل في مرات قادمة ده صباح في الافول و امتاليس جوت تشوز باي باي اشتركوا في القناة